مين هيعمل فرق مع المنتخب الى مكان العيب موهوب اه فيه ثلاثة اربعة موهوبين جنب ستة مين المتفاعل بي او في المنتخب الفترة الجاية مع الكابتال العاب الجلال يا عيني العيب كورة وقوي صغير اه بس انا نفسي يروح يحترف برا والله العظيم نفسي يعني مش عيب يعني ولد زي ده ولد زي احمد عاطف يسيبوه ويطلع عمد عبد المنع عب منع انا قلت على احمد فتوح من ايام كاس العرب وقلتلي الزمالك هيزعله قلتلك يا اخي يفتخروا ان عندهم موهد احمد فتوح يلعب يفرق عن ادريسا جناجي ايه بيكلمك بأمانة يعني بص ده وجنب ده ده في باريسان جرمان فانا عندي اربعة خمس لعيبة لو احترفوا برا وده هيرجعوا لنا هنا اتخذ مصر ده يبقى جامد قوي ما تزعلش مني الدول المصري بتاعنا ما يفرشش الا اذا لعيب ما هو بقوي وبيكافح معاهم زي محمد ابراهيم بيظهر ليه عشان لعيب كورا افشف اوحش حالاته بتليقي كويس عبدالله سعيد لغاية شهرين ثلاثة احسن لعيب في الدول المصري مع الاتفاق انا وانت من فترة فالدول المصري مش هيفرز اللعيبة دي انا بعض رؤية برضه انت جاي لعيبة محبطة اللعيبة الدولي مش مستقرة عندك منلعب اسبوعين ويتوقف له قد كده فاللعيبة حتى مستوها وحش في الدولي المصري جدا اول الدور المصري مهم خسران اربعة متشاطه بتعادل ثلاثة اول الدور المصري انت ده في فرق فوق برا او في الدور السعودي او او بتخسر ماتش واحد في الموسم انت عندك فرق بتخسر بالثلاثة اربعة متشاطه والفرق اللي ورا مش محصلة طيب ده مش مؤشر انه الفرق دلوقت بقت متقربة جدا في المستوى في الدوري ايو متقربة في المستوى وحش جدا احوالله متقربة في المستوى الوحش جدا يعني متبص على المستويات كلها كلها زي بعض وحشة متفرج على ماتش يا دوبك اللهم فرقتين ثلاثة اللي بتلعب كورة في يوتشار الاهل اللي بقى فايق بيراميز معرفش هياخد دوري امتا او هياخد كاس امتا الانكريات دي واللعيبة دي هنوعد احنا بقالنا اربع سنين بيقول هيجي اهي تجربة تجربة وفرحانين ان هو بينفس اهلي وزمالك حلو طب هنفضل نقول فرحانين ان هو بينفس وفي اخر الدنيا يمشي امتا هياخد الدوري الفتح السعودي من تلات اربع سنين خد الدوري السعودي عشان تاخد من الهلال والنصر والاتحاد الفتح انا فاكر مع فتح الجبالي المدرب التونسي خد بعهم ليستر سيتي خد الدوري امتا بيرامج هتاخد المقصة يوم اهاب جلال عافر خد تاني في الدوري كان مجموعتين اوه يعني بس اهو فالدوري المصري مش هيفرز العب اوه انا مش عايز يهجوم على اهاب كتير اهاب هيستحمل بس هيجيله فترة مش هيستحمل مش هيستحمل موسيقى موسيقى